مناسبة ممناسبة الجمهور كنت الليسه بتكلم في الانترو النهاردة وانا بفرج على المباركةAB تنامي من انا عcentا بقى عقه ايه باقدر ان انت مدرب ولاعب في نادي الزمالك انت مشجع ات مشجع مدرجة ثالثة بفرج على المباركة بقولي الناس دي راحلل استاد دي اه يعني انا تلقايا انا مش 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 مشجعيتم انا اقول ايه الناس دي راحل مدرجات لي ايه مبهرين اوي اللي هو انت بتا والله العظيم وحياة ربنا انا بقولك كلام ده وانا على الهواء معك مش عشان انا بنتمي للزمالك او بحيب الزمالك او اكل حاجة بس انا بالنسبة لي جمهور الزمالك ده جمهور فعلا وفي الكلمة دي تتقالها كريم مفيش نادي في العالم اتحداك مر بالظروف صعبة جدا 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 في الزروف الزمالك ده حط فيها في سنين كتير جدا وجمهوره بيفضل صبرته واحدة فيه فيه ساعات قندية اما الدنيا بتلغبط معها ممكن الجمهور ده بيبقى اول جمهور ممكن بيهاجم الفرق او بيهاجم هم بتاعه جمهور الزمالك طيب ايش بحيب انا بكلمك الجمهور الزمالك طيب استحمل وانا بقولك بيستحمل وطيب انت فاهم قصدي وخلي بالك مش عشان حاجة ومش بقوله عشان الترند وزواق جمهور زواق انت بيحب يعني اقولك حاجة انا كنت بروح وانا عيل صغيرة كريم المدرجات والله العظيم انا اميده تسع سنين وعشر سنين بنروح نوعد عارفك انه نوعد متفرجة على الناس مثلا لو الزمالك فعلا بيلعب كرة حلوة وبتاعه وخسر الناس بتبقى طالعه مكيفة عارف لو الزمالك كسب والاداء بتاعه تلاقي ناس بتدايق بقى وزعيق وبتاعه فهو جمهور الزمالك موجود كده فانا بقولك في الظروف اللي انت فيها دي وتبقى رايح اصلا وعارف اللي التشكيل اللي ضعيبة صغيرة وكل حاجة وفرقة خلاص خرجت من النافسة بس انا بييجي هو بالنسبة لهم اليوم ده بيبقى يوم عيد بالنسبة لهم او يوم راحين بيطلعوا فهم طاقتهم في المدرجات وكل حاجة لكن زي ما بقولك في الاول واخر انا زعلان اللي برضو يا كريم ما احترامي ما تقوليش بقى ظروف وظروف ما ينفعش النهاردة نهاية الدوري ألاقي زمالك مفنش تاسعة عشر ما ينفعش وبعدين انت النهاردة الدوافع طب انا حديك مثال انا النهاردة العيد اساسي وراح اللعب النهاردة مع الملدين اما لاقي مثلا انا انا هكلمك انا عبدالله السعيد اما لاقي نفس انا قاعد بره ونصر مهر قاعد بره وبما اعب بره وبتاعه انت نفسك اديتني انطباع جوايا اللي المطش مش فارق ايه معاك بس هلا بكلمك فيه مفيش دوافع